أحوال التقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين أيضا بداية من أمسية يوم الجمعة سيكون فيه قدوم اضطراب جو بمحمل بتساقط أمطار عدية محليا معتبرة تخص أغلب المناطق الشمالية وتستمر إلى غاية يوم الأحد بإذن الله نبدأ نشاطنا الجوية بصورة القامرة الإصطناعية توضحنا تشكل بعض السحب العابرة على الجنوب الشرقي بالنسبة لحركة الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة تصل إلى 40 كم في الساعة أحوال التقس المرتقبة بحول الله خلال الصباحة صباحة يوم الجمعة عندنا جوة ستكون مشمسة إلى قليلة الصحة فيما يخص أغلب ولاية الوطن بسيطنا إليزي جانات وإنعمينس نبقى من سجل تساقط بعض الأمطار الرعدية بخصوص درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال صباحة يوم الجمعة بإذن الله هدن ستقارب حوالي 6 درجة على الجزائر العاصمة البليد أبو مرداس كذلك وهران عينتي موشنت مستغانم حتى بالنسبة لتي زيبوزو معسكر وتلمسان 10 درجات على بثنة 11 درجة على كل من الأغواط وبسكر 14 درجة على قلم و السوق هراء 16 درجة على إليزي جانات وإنعمين 20 درجة لإنصالح 16 درجة لأدرار تميوين ورقان نفس المقياس بأدرار 27 درجة كعلى مقياس بورجباجي مختار وإنقزام توقعت الوضعية الجوبية بحول الله خلال الظهيرة فالجواء ستكون مشمسة دائما إلى قليل التسحة فيما يخص المناطق الشمالية تقسم مشمسة ومستقر على الولايات الجنوبية باستثناء إليزي وجانات إذن دائما تستمر الأمطار الرعدية في التساقط جزء مباشرة لدرجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الظهيرة 24 درجة لابتنات 23 درجة لقسنطينا 25 درجة بالنسبة للغوات 27 درجة على عنابة ووهران كذلك بالنسبة لقلمة 28 درجة على الطارف 26 درجة إن شاء الله ستجلها بمعسكروت لمسان 26 درجة لعنبة و27 درجة على وهران نفس المقياس بإليزي جانات إنامينس نفس المقياس بغردايا زلفانة لمني عبد الشار وبني عباس 34 درجة لتندو 32 درجة لإنسالح وأدرار و40 درجة كالمقياس بأقصى جنوب الجزائري حالة البحر سيكون قليل الإصدراب على غلب السواحر الوطنية الرياح تصل إلى 40 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج ما بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الوطنية وقبل ما نختم ونشرتنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى جيجل إذا الأجواء ستكون ممطرة يومي السبت والأحد مع درجة حرارة دوني مع صباح تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة والقصوى ما بين 20 إلى 26 درجة سرعة الرياح في مرحشة عدة حوالي 35 كم في الساعة والرطوبة 60% في الأخير نختم نشرتنا الجوبية بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقعات حوالي تقصى المرتقبة خلال صبيحة وظهرة يوم الجمعة بإذن الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة في أمان الله